موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن سؤال وصلنا كثيرا خاصة منذ البارحة هل سيعود الرئيس تبون خلال الأيام القادمة إلى الجزائر كما تحدثت رئاسة الجمهورية نؤكد في البداية على أن رئاسة الجمهورية تخبطت تخبطا ليس لها نظير ووصلت إلى درجة التضليل إن لم نقل الكذب على الجزائرين كذبت على الجزائرين في البداية يوم 24 أكتوبر 2020 قالت بأن الرئيس دخل في حجر صحي طوعي بعد ظهور إصابات في إطارات سامية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكم بعد ذلك في اليوم نفسي غردت على حساب رئيس الجمهورية في تويتر تغريدة توحي بأن الرئيس هو الذي يتكلم للجزائرين رغم أن آخر ظهور لرئيس الجمهورية كان يوم 15 عشر عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسي ومنذ ذلك الحين لم يظهر رئيس الجمهورية بل أنه في ثم 11 أكتوبر كان لديه مجلس المزراء لكنه تم الإعلان عن تأجيله وتبررت ذلك بسبب أجندة الرئيس رغم أن الرئيس لم يظهر وفي ذلك الوقت كذبنا وأكدنا بأنه لا يعقل أن رئيس يؤجل مجلس الوزراء بسبب أجندة وما إلى ذلك من المبررات الواهية التقييم الاستخباراتي الذي تحصلنا عليه أكد أن رواية رئاسة الجمهورية لا أساس لها أن رئيس الجمهورية قبل ثم 11 عشرة كان على الفراش كان مصاب بكورونا لذلك كذبت رئاسة الجمهورية عندما لم تعلن أن الرئيس أصيب وظهرت عليه الأعراض بصفة مؤكدة بل أنها قالت بعد ذلك بناء على توصيات الأطباء بأن الرئيس تم نقله إلى مستشفعين النعجة والمعلومات التي وصلتنا من مصادر موثوقة ومؤكدة بأن رئيس الجمهورية تم نقله في ساعة فجرا وبعد ذلك مباشرة من عين النعجة تم نقله إلى ألمانيا كل هذه الأكدية وبعد ذلك تبقى رئاسة الجمهورية فطرة عندما يقع الضغط الإعلامي تخرج ببيان يتكون من 36 كلمة ألمة مكتوبة بعناية بلغة الخشب ما فيها معلومات ولا أي شيء آخر ما نشرته رئاسة الجمهورية يتمثل في بيان على أن أتكلم على حساب رئاسة الجمهورية على الفيسبوك آخر ما نشرته كان يوم 20 نوفمبر 2020 يتحدث عن ما سموها رسالة أنجيلا ميركل إلى رئاسة الجمهورية وفي ذلك الوقت ظهرت كلمة النقاه وتحدثت حينها قلت بأن حسب هذه الرسالة والمعلومات التي أريدت تسويق منها أن الرئيس دخل في مرحلة نقاه لو تتبعنا رئاسة الجمهورية في الأول كان في حجر صحي طوعي الثانية كان نقله إلى عين النعجة بناء على توصيات من الأطباء المرحلة الثالثة مرحلة البروتوكول الصحي في مستشفى متخصص في ألمانيا المرحلة الثالثة مرحلة الفحوصات ما بعد البروتوكول الصحي لما أنهى والآن مرحلة النقاه معناها أن الرئيس حسب رئاسة الجمهورية مر بخمسة مراحل رئاسة الجمهورية تتحدث بأنه يتماثل للشفاء آخر ما ظهر عندما راجت معلومات أن رئيس الجمهورية توفي بناء على ما نشره موقع يدار من دوائر مغربية وهو موقع أفريك بونت كوم الذي تحدث عن وفاة رئيس الجمهورية هذا الموقع سبق وأن تحدث عن وفاة عبدالعزيز بوتفليقة وكتبه الإسم نفسه ثم بعد ذلك في جونفي 2020 تحدث عن انتحار سعيد بوتفليقة في سجن البوليدة ونفس الشخص الذي كتب هذا الموضوع وثبت ذلك بأنها مجرد أكاذيب رئاسة الجمهورية اذ طرت إلى الظهور عن طريق مصدر هذا المصدر يتمثل فيه لتحدث للجزيرة وتحدث لقناة الميادين في لبنان وهي قناة إيرانية والجزيرة قناة قطرية وثم تحدث إلى روسيا اليوم روسيا اليوم ذكرت في البداية أن المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالحفيظ علاهم هو الذي تحدث إلى روسيا اليوم وقال بأنه كما علمنا من قبل وتداولته كل وسائل إعلام وتحدثنا في الموضوع أنه قال بأن الرئيس بخير وأنه يتواصل مع ابنه الذي يتواجد معه في ألمان ولكنها فضيحة بمعنى الكلمة رئاسة الجمهورية ليست لديها معلومات عن الرئيس إلا التي تأتي بها من خلال ابنه الذي يتواجد معه معناها ما كانش مسؤول معه معه طاقم طبي على الأقل يقول بناء على ما قاله الطاقم الطبي هذه الجملة أعادت مسلسل بوتفليقة والسعيد من قبل عندما نفتح صفحة كوجل ونضع فيها هذه الجملة كما تشاهدون في الصورة الرئاسة الجزائرية توضح الحالة الصحية المستجدة للرئيس تبون ونبحث تطلع لنا عدة أخبار في مواقع مختلفة نذهب إلى هذا المكتوب قناة روسيا اليوم الرئاسة الجزائرية توضح نضغط عليه ماذا نشاء تطلع لنا نبض هذا الذي يتخص بنشر الأخبار في حساب روسيا اليوم على نبض نفس العنوان أكد عبد الحفيظ علاهم المستشار الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأرتي أن الرئيس الجزائري يتجاوب بشكل إيجابي مع العلاج وأضاف لأرتي أنه على تواصل مع نجل الرئيس الذي أكد استجابة الرئيس للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته عندما ننزل نجد إقرأ على الموقع الرسمي نضغط نشوف ماذا سيطلع يطلع لنا خبر آخر في موقع روسيا اليوم لكن حدثت تغييرات وبدل ذكر عبد الحفيظ علاهم أكد مصدر في الرئاسة الجزائري إذن حذف اسم عبد الحفيظ علاهم ترى لماذا حذف هل بعد نشر الخبر اتصل بهم قال لهم نحولي اسمي أو قبل ما يعطيهم المعلومة قال لهم لا تنشر اسمي أو شيء من هذا القبيل أو أن هناك أمور أخرى ننتظر ماذا ستقول روسيا اليوم لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن رئاسة الجمهورية كتابت إلى جريدة الوطن وهنا أنه تحدثت أنه بأنه تتم تداول معلومة قالت فيها بأن عبد الحفيظ علاهم المستشار لرئاس لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وأكدت بأن المعني لم يتحدث أبدا مع روسيا اليوم كان ذلك يوم 28 نوفمبر 2020 بصفته أنه القضايا الاتصالات غير معني بها رغم أن عبد الحفيظ علاهم يوم 1-11-2020 بعدما آدى أدى ذهب إلى صندوق الإختراع وشارك في الاستفتاء أدى حقه الانتخابي سئل عن صحة الرئيس فأجاب لم يقل لهم أنني لست متخصصا في شأن الاتصالات أنا مستشار للشؤون الخارجي ما قالهم جاوب أنه هذه الإجابة جيدة لم يقتصر ذلك أن موقع جريدة الوطن نشر أن هناك الكثير من الإشاعات تم ترويج تم تداولها حول صحة الرئيس وحسب مصدر اسمعوا حسب مصدر موثوق به رجعنا لحكاية المصادر الموثوق يعني روسيا اليوم تداولت في الأول أنه عبد الحفيظ علاهم وبعد ذلك تبرى بعد ذلك ترى لماذا تبرى هل هي المعلومة خاطئة أو أنهم كذبوا عليه ننتظر ما تقوله روسيا اليوم وإن كان حذف روسيا اليوم إلى اسم كنت قرأتها إما ربما أعطاهم المعلومة وبطلب منهم أن لا يذكروا اسمه وهم سارعوا بذكر اسمه وبعد ذلك اتصل بهم قال لهم اسحبوا الاسم ما تذكروني وبعد ذلك عندما وقع عليه الضغط من جهات ما خاصة أنه ذكرنا من قبل أنه وزارة الدفاع وأنه شنجريحة الفريق سعيد شنجريحة رسميا أمر بعدم التحدث وإصدار أي بيان من دون أن يمر على مصالحه يتعلق بصحة الرئيس لذلك البيانات التي تصدر باسم رئاسة الجمهورية وتوضع في صفحة تحرر في مكتب السعيد شنجريحة وليس في مكان الأخر لذلك نقول قالوا بأنه سيعود خلال الأيام خلال الأيام الأيام القادمة هذه اللفظ ظهر 28 يوم 30 رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية تصدر بيان آخر تقول امتثالا لتوسيات الفريق الطبي يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون ما تبقى من فطرة النقاها بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله أعاد نفس الكلام الذي قالوه يوم 28 هذا البيان لغة الخشب الحقيقية امتثالا لتوسيات الفريق الطبي يواصل ماذا يواصل رئيس الجمهورية ما تبقى من فطرة النقاها أين أين هو رئيس الجمهورية بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا إلى أين ذهب هل ذهب إلى إقامة خاصة قولوا في إقامته الخاصة في ألمانيا أو إلى أين أو إلى مستشفى آخر إلى أين النقطة المهمة أنه من خلال التجارب التي حدثت أن رئيس الجمهورية لهذه الإصابة التي أصيبها وأعرف ناس أصيبوا بنفس الطريقة تقريبا وإن كانوا أقل حدة مما هو عليه الرئيس عبد المجيد تبون لما غادروا المستشفى هناك الذين عادوا إلى نفس المستشفيات هناك الذين ذهبوا إلى أخرى من أجل إعادة التأهيل العضل وإعادة التأهيل أن تنفس معناها أن الرئيس لما خرج من المستشفى إن صحت المعلومة لأنه من ثبت عليه الكذب لا يمكن أن نصدقه بصفة رسمية لا يمكن أن نصدقه إذن أن الرئيس إن صحت هذه المعلومة التي أوردتها رئاسة الجمهورية معناها الرئيس الآن رأو في إعادة التأهيل العضل والتأهيل الصحي لأنه وجوده في أولا بالنسبة للعضل أكثر من شهر وهو في غرفة الإنعاش بالتنفس الصناعي لا يأكل ولا يشرب عنده غير السيروم راه صار الجلد على العضل هذا إن صحت هذه المعلومة أما إن لم تصح فقط رئاسة الجمهورية تربح الوقت فقط تراوغ فقط لا تريد أن تعطي الحقيقة حتى يتم ترتيب مرحلة ما بعد تبون هذا شيء أنا شخصيا لا أستطيع أن أصدق ما يأتي من رئاسة الجمهورية ولا أستطيع أن أكذبها الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه أنه في المراحل السابقة هذه الرئاسة الجمهورية كذبت على الجزائريين وظلت الجزائريين فيما يخص ترى السؤال الذي يطرح هل سيعود رئيس الجمهورية طبعا رئيس الجمهورية سيعود هذه كلام لغة الخشب لغة الخشب سيعود رئيس الجمهورية حيا أو ميتا لكن الإشكالية كيف سيعود كيف هو الآن لماذا لم يتم إظهاره نكمل نقطة في البيان الذي صدر على رئيس الجمهورية ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل الشفاء كيف طمئن الجزائريين هل عن طريق ابنه نفس الحكاية هل عن طريق الطاقم الطبي يقول وحسب الطاقم الطبي أو الفريق الطبي أن الرئيس يتماثل للشفاء هو الفريق الطبي اللي يطمئن الجزائريين وليس الرئيس وليس الرئيس الرئيس مريض عندما يتحدث الفريق الطبي بأن الرئيس يتماثل في الشفاء يصدقه أي سيدي حتى لو كان لا ندري من المفروض أنه يتم الكشف عن التقرير الطبي الحقيقي مش هذا الكلام الفارغ ويطمئن السيد الرئيس كيف طبق أنكم هالرئاس الجمهورية تواصلت معه تواصلت مع ابنه لماذا لم نسمع إلى حد اللحظة أي مسؤول جزائري زار الرئيس لما كان بوتفليقة في فالدوغراس جاءوا يحيا أسلال سافروا لي حتى الجايد صالح بعد لما كان في فالدوغراس في لزان فاليد مشا عنده أظهروه واستقبلهم الزوج والصور تم تدوله بل أنه أنقلوا له حتى فرقة تلفزيونية صوراته وكان بلباس مش بصفة رسمية الرئيس بتفليقة لما كان في فالدوغراس قالوا في فالدوغراس ولما خرج لزان فاليد قالوا راح لزان فاليد لما كان في سويسرا يقولوا في العيادة الفلانية لما كان يجيوا هنا للجنوب فرنسا يقولوا راح للجنوب فرنسا العيادة متخصصة كذا كذا في المدينة كذا ويصوروا حتى السيارات الرئاسية وهم ينقلوه ويصوروا حتى الطائرة الرئاسية هي الموجودة في المطار أنتم أول حاجة مستشفى متخصص متخصص في ماذا لم يحدث اليوم خلافا لبعض المعلومات التي تكشفت في البداية على المستشفى الذي يتواجد فيه رئيس الجمهورية آمر آخر أنه أنه عندما نقل خرج المستشفى إلى أين ذهب الرئيس أما عدم إظهاره لنسلم بصحة هذه المعلومات عدم إظهاره لأن حالته هذا أكبر شيء يمكن أن يقال يعني أن حالته الصحية سيئة جدا معناها أنه جلد على الله أعظم لا يقدرونه يظهروه لأنه قبل ظهره متفليقة في حالات سيئة تحولوا إلى مصخرة في الإعلام لذلك أرادوا أن لا يظهره إلا بعد ما أن يتعافى شيء هذا إن أحصلنا الظن وصدقنا هذه الرواية أما إذا كانت احتمالات أخرى الله أعلم الله أعلم في هذه الحالة عدم إظهاره شيء آخر على كل حال نعود إلى السؤال هل الرئيس سيعود؟ نعم الرئيس سيعود لكن الإشكالية كيف سيعود؟ إما يعود متعافي نهائيا وهذا لا يمكن أبدا لأنه التعافي النهائي يحتاج إلى وقت طويل لأن الإصابة التاعه كانت معقدة جدا الإصابة التي اضطرت إلى نقله إلى ألمانيا إلى مستشفى متخصص وبقي أكثر من شهر ليست سهلة أن الناس اللي نعرفهم يتواجدوا في دخل المستشفى أكثر من شهر أغلبيتهم توفوا واللي يخرج خرج في ظروف سيئة ما زال لا يستطيع حتى المشي يمشي على عكاس هذا في أقل الأحوال وعمرهم أربعين خمسين سنة هذا الرجل عنده خمسة وسبعين سنة ومريض بسدره هذه كلنا عرفوها هذه نقطة ودائما كان يسعد وشفناه في ندوة صحفية لما كان مرشح للرئاسيات عندما مش عارف تكلم أحد الصحفيين اضحك الرئيس كي اضحك صارت لجاة وسعلة قوية شهدوها نعم اذا الرئيس سيعود اما يعود في وضع صحي جيد انا قلت لكم هذا من الصعب قد يعود وهو شفية ولكن بالتدرج يحتاج الى مدة من اجل ان يعود الى وضعه الطبيعي وهذه انا في تقديري نسبة 25% لن تتجاوز يعود مريض على كرسي متحرك ويمشي على عكاس وهو في وضع صحي ويأخذ وقت طويل يبقى او يبقى دائما مريض بصفة دائمة هذا مشكلة تفرئتين يبقى يعالج منهم الى ان يقضي الله امرا كان ما فأولا انه يتوفى ونتمنى له الشفالة هذه الاحتمال العودة الى الجزائر ستكون متى قالوا سيعود الى ارض الوطن في الايام القادمة بحول الله الايام القادمة ابتداء من 30 قد تصل حتى الى 29 ديسمبر او 30 ديسمبر او 31 ديسمبر خلال شهر تستطيع تقول انها ايام القادمة ما يستطيع يقوله خلال مثلا الاسابيع القادمة خلال الشهور القادمة اذا قالوا خلال الايام القادمة الايام القادمة تبدأ من خلال اسبوع وتستمر وتستمر مفتوح لانها جملة فضفاضة وتخضع الى كل الاحتمالات مش واضحة لانه البيان هذا فقط لانه منذ عشرين واضافة الى ما حدث مع وسائل الاعلام مع الجزيرة والميادين وروسيا اليوم لم تصدر بيان رئاسة الجمهورية اي بيان الغريب ان رئاسة الجمهورية في حسابها على الفيسبوك نايمة يعني منذ عشرين لا نشاطات في رئاسة الجمهورية ولا عمل في رئاسة الجمهورية يعني لم تستقبل ولا مستشارين صرحوا ولا عملوا شيء ميتة والمعلومات التي تأتينا ان رئاسة الجمهورية راقدة ما كان حتى شيء الطاقم الاعلامي لا يدري خلاص صلاحية انه يتحدثوا على الرئيس نحوها لهم قالهم ازيش تاهضر علي حتى واحد حتى يجيهم كل شيء مكتوب يعطوا لهم يقول لهم انشروا على الصفحة اذا ما ادوش الكود نتعى الصفحة اصلا والصفحة الان لا تدار من رئاسة الجمهورية تدار من طرف وزارة الدفاع هذه ممكن جدا لانه ما عادوا ينشروا ما عادوا ينشروا الا اشياء تتعلق بالرئاسة هل رئاسة الجمهورية متخصصة فقط في صحة الرئيس رئاسة الجمهورية لا تقوم بشيء لا مستشارين يقوموا بشيء لا يعملوا اشياء ما كان حتى شيء في رئاسة الجمهورية معناها رئاسة الجمهورية راهيم جمدة لو روحوا لصفحة وزارة الدفاع نلقوا يوميا النشاطات لا الشنغريحة لا قادة المدارس لا اشياء يوميا كي النشاطات في وزارة الدفاع في حين الرئاسة ميتة تماما معناها الرئاسة الجمهورية عندما يغيب على رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية تحبس هذه ندل على شيء فإنما دعوا على المشكلة في طبيعة الأشخاص اللي يعينهم الرئيس تنبول أنا قلت لكم من قبل في مداخلة أنه هناك من يعمل على إسقاط الرئيس تنبول وتحدثت عن بعض الخطط وقلت بأنهم يتواجدون حتى في رئاسة الجمهورية عودوا إلى مدخلات السابقة وثبت بأنه بالفعل أنه تم ضرب توجيه ضربات قوية لرئاسة الجمهورية في البداية عن التصريحات بعض التصريحات ونذكر تصريحات العقاب وتصريحات العرابة وغيره كانت ضربات قاضية لرئاسة الجمهورية بعد ذلك جاءت الدستور في ظروف سيئة واستفتاء شاركوا فيه ثلاث ملايين وهذه ضربة أيضا في الصميم إلى رئاسة الجمهورية أول مشروع يتقدمه رئاسة الجمهورية به إلى الجزائريين يتمثل في الدستور يفوطيه عليه ثلاث ملايين من نحو خمسة وربعين مليون جزائري وأكثر من ربعة وعشرين مليون هاي أناخبة وحدة وعشرين مليون نحو وحدة وعشرين مليون بين قاطعوا وعزفوا عن المشاركة في الاستفتاء وقالوا لا أكثر من مليون وستمئة حسب الحسابات الرسمية المشكوك فيها قالوا لا لهذا الدستور إذن كانت ضربة كبيرة ضربة كبيرة لرئيس الجمهورية أول شيء يعمل في بدايته هو الدستور هو الذي يعد به وعد به في الحملة الانتخابية وعد به في كلمته أمته أثناء عندما أدى القسم وما إلى ذلك وتحدث عنه كثير وبعد ذلك يفجل في حشد على الأقل خمسين بالمئة من الجزائريين أعتقد بأنها ضربة وجهت له بعناية وسقط في الفخ الآن الضربة الثالثة تمثلت في مرض الرئيس كيف تلاعبوا به كيف أهلوه كيف حولوه إلى مجرد خبر لا قيمة له نعم حولوه إلى خبر لا قيمة له وبهذه الطريقة التي يتعاملون بها رئاسة الجمهورية لمفيهاش ناطق رسمي محمد السعيد الله يشفيه راه راقد مصاب بجلطة دماغية يعني ما تقدروش تعينوا حتى واحد تكلفوه وكل يوم أو يومين يعمل نشرية حول تطورات صحة الرئيس أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ أنتم فقدتم مصداقيتكم خلتوا الجزائريين يفتشوا عن أحوال الرئيس في صفحات الفايسبوك عند كل من هبة ودم يجي موقع مغربي مخزني ليس له قيمة ينشر خبر على الرئيس يتداوله كل الجزائريين وهذا الذي عشناه في عهد بوتفليقة حتى صار شعب الجزائري لا يوجد من يكرهه مثل ما يكرهون أبو تفليق نعم هذه الإشكالية هناك عمل ممنهج لضرب الرئيس وضرب ما صار الذي بدأه القايد صالح وهذا الذي سوف نتحدث عنه مستقبلا إذن إخواني الكرام قضية عودة الرئيس سيعود لكن متى؟ هناك غموذ كبير وهذا الغموذ لا يخدم أي شيء قد يقول بعض بأنه غدوة يعود الرئيس يظهروه تنتهي الورقة لا أبدا حقيقة سينتهي الاهتمام لكن الشكوك ستبقى وعدم الثقة في مؤسسة الرئاسة ستبقى والرئيس إذا عاد وبدأ يمارس مهامه بطريقة عادية سواء بإعلان مرحلة انتقالية التي يتحدث عليها ماكرون وغيرو أو أي شيء آخر يبقى دائما محل عدم الثقة من الجزائريين باش يستعيد الثقة عليه أن يتخذ إجراءات تتمثل في أفعال تتخذ بصفة علينية وليست أقوال وشعارات ولغة خشب تستعمل في مراحل معينة لن تعيد ثقة الجزائريين قد يقول البعض بأن السلطة لا تهمها ثقة الجزائريين بالفعل إلى حد كبير لا تهمها ثقة الجزائريين لكن أعتقد بأن هذا لن يكون جيدا سيذر سيذر بمعنى الكلمة بعلاقة المواطن وعلاقة الشعب بالدولة إذن إخواني الكرام رئيس الجمهورية سيعود لكن الإشكالية كيف سيعود أنا في تقديري سيعود وفي وضع صحي غير ما كان عليه من قبل سيبقى الرئيس تحت دائما في مرحلة علاج الجزائر عليها أن تستعد في هذه الفطرة أن يحكمها رئيس مريض في أي لحظة قد يحدث له ما لا نتمناه له إذن إخواني الكرام بحوصلة إلى الأمر الرئيس كما قلت سيعود لكن الرئاسة تحتاج إلى عملية تنظيف تنظيفها داخليا من رأسها إلى إخمص قدميها فقد أساءت لرئيسها وأساءت للجزائريين بتضليلهم والتلاعب بهم وخلتهم ملطشة عند كل من هب ودب في شبكات التواصل الاجتماعي أو في مواقع الأنترنت ما هكذا تبنى الدولة ما هكذا ترسد عائم ثقة المواطن أو الشعب في حكومته ومؤسساته بهذه الطريقة أنتم تدفعون إلى مواجهة مجددة بين الشارع والثكنات وتلك هي الطامة الكبرى التي يجب أن يدركها صناع القرار في الجزائر ليس كل ما يمكن أن تفعله سيمر مرّ الكرام ستكون لديه تدعيات في العمق الجزائري نحن في مرحلة حساسة من حيث الوضع الاجتماعي الوضع الصحي الوضع الأمني الوضع الاقتصادي التحديات كبيرة والفقر يعصف بالجزائريين إذا لم تكن هناك معنويات حقيقية وأعظم ما يقوي معنوية الشعب الجزائري ومعنوية الرأي العام أن تكون هناك شفافية هذه الشفافية ترسد عائم الثقة بين الوطن والمواطن بين الوطن ومؤسساته عندما يفقد الشعب ثقة في رئاسة الجمهورية في البرلمان في القضاء في كل الوزارات في الولايات في الدوائر في البلديات أعتقد بأنه بعد ذلك يبقى طبق البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات وأخطر ما سيحدث إن جاءت تحديات خارجية في ظل وضع داخل هش إلى أبعد الحدود هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر